اشتركوا في القناة هذا عالم كله نظريات وعن جد بارد أدي عالم الترنيم والتراتيل والوصلة فيه الحياة أنا نفس التعبير بيستعملوا مثل محاضرتك قلتي نحن بالهندسة خاصة بالهندسة المدنية جاني سيفيل مادة ناشفة شوي وكلها هيك حسابات وأرقام ومسئوليات ومادة ناشفة أنا عطول بقول ناشفة فبشكر الله أنه بعمر صغير هيك تعرفنا على الموسيقى من خلال المدرسة كنا نتعلم فيها وحبيتها وبعدين كان هالشي بحياتي هو شي لحتى يطره هيك لحتى يناعم هالحياة شوي اللي فيها أكتر قاسي يعني كانت الموسيقى هي وسيلة كتير فضيعة كموسيقى أو كيف بعضين لما صارت مسئلة بخدمة الرب يعني فأكيد صارت هي الأساس بصراح الرسالة وشغلي هو وسيلة لقدر تكفي حياتي يعني إحنا قدر نعيش أي قيلة كنت أعزف جميل بالأول أنا تعلمت بيانو يعني بس ما مصار لمجال كفة لوقت أصير يعني وجهت كفات لوحدة تبعت الدراسة بس كمان أخد دراسات بعصف العود والناي ومقامات الشرقية بوقت كمان صغير أوكي وكنت بأي قرال؟ بس أكتر أنا كنا بقرال أنا وصغير أنا وضيعة يعني قرال المنطقة بجنوب لبنان المنطقة الجزين ضيعت مزرعة المطحنة بس بعدين التقلت على الجامعة اليسوعية وستلمت كمان كرال الجامعة وني كانت البداية ككورال صح لحد ديت ما تعرفت على جوءة مريم مالكة السلام الي بيقدسه أول سبتم الشهر كمان ماليس أنتليس ومن وقته بلاش أتعرف أكتر على زهرات مريم بميديغورية من 98 لسنة 2004 تقريبا كنت بعدني لل2002 كنت عم شارك بهالجوءة من 2002 لل2004 أخدنا بريك كان فترة يرجع واحد لورا صح يراجع كل حساباته شو بده وكانت عم فتش بعدني عم فتش شو بده مريم مني شو صعب هالفترة بعتقت كل إنساني بيمرق فيها صح وكان مارشار بلدور كتير كبير بلش معي بـ 98 لل2002 كان عم بيرفقني بهالرشارش اللي عم بعملها بهالتفتيش وكان عم بيساعدني ويفتح لي بويب لحد ديت ما بال2004 سفرت عمديغورية أول سفرة هونيك اختباري كان فضيع لمست حضورها الأم بشكل رهيب وكان فيه قرار من 2004 اتحقق بال2006 لما قررت بلش الجوء واطلق سميتها سانتا ماريا سميتها سانتا ماريا صحيح هايدي البداية كل إنسان بيلمس عن جد وكل شخص وكل شاب اللي بيمرق بهيد الفترة اللي بيبقى عن جد ضايع ومش عارف مش عم بينبش صح مثل ما قلت لأنه ربنا إذا ما لمسه إذا ما شايف صح ما رح يعرف قدرته وحكمته ومحبته اللي دايما منقول إنه تكلوا دايما عارفكم لأنه بيحبكم صح والشي اللي بدي يلفط النظر فيه إنه الإنسان مش ضروري عطول هو الله عطول بيفتش علينا مش عطول نحنا من يعني مش بحاجة عطول نحنا لنفتش علي حتى هو يلاقينا بس مجرد ما نبلش نحنا نسأل عنه يعني نلقى الطرف الخات طرف الحبلة ونبلش نروح باتجاهه ما بقى بحاجة ندل نشده ونسحب هو بيسحبنا هو شوية شوية بيصير يظهر لنا وجوده وحضوره بكل الأماكن يا هادي اختبار مش تيوري يعني مش حكي هادي حقيقة وأنا شخصيا كتير بعاد لأنه وخصوصا بعلمك يعني صح والعلم بياخد لمطرح مرات للأسف بعيد عن الدين كله بس إذا واحد بيجع بيسأل مظبوط وبيفتش مظبوط بيجع بيلاقي إنه لأ بيلتقوا العلم والدين بس بدي واحد بدي تأمل وبده رواء وبده تواضع على إدري فهم كيف العلم هو بخدمة الله لأنه العلم هو لأظهار مجد الله يعني قلت أحلى كلمة التواضع إيه بده كتير بس بده تواضع بده رواء وهي شغلة صعبة لأنه الإنسان ما بيعرف حاله إذا عن جد متواضع بهاللحظة ولا لأ والإنسان متكبر ما بيعرف ما بيعرف فمرة كرمال هاك الإنسان اللي بيروح بالعلم لدرجة إنه بسير شوف إنه العلم هو شي هو الغاية بيفقد الله لأنه ما بيعرف حاله بهاللحظة إنه عم بعيش كبريا ما بيبقى عارف عم بفكر حاله عم بعيش الحقيقة عم بيكتشف إنه أنا هاي الحقيقة اكتشفتها هاي العلم بس هونش هيك هيا فترة عمرية أكتر شي الشباب والصبايا بيضيعوا فيها وبيتسئلوا هيدا السؤال هي مظبوط بس واحد يبلش يستلم مسئوليات بالحياة بيفكر حاله صار هو كتير أكبر من نفسه 17-18 بهالعمر فات على الجامعة بلش يخلي الجامعة صرت أنا مسئول عن نفسي بيصير يفكر إنه هو قادر حتى واحد يعرف يكون أنا جد مسئول عن نفسه مش مسئول بس عن نفسه ومش مسئول عن حضن في فرق يكون مسئول عن نفسي بس كمان مسئول عن غيري هايدي الفكرة بيصير واحد يفقد معنا العلاقة مع الآخر هون بيضيع بيصير عفكر بحاله لأنني هايدي شو صعب هالفراغ اي والعائلة دورة كتير كبير يعني العائلة دورة كتير كبير بتوعية وتعباية هالفراغ أكيد بالكتير الروحي وبالكتير الاجتماعي كونتوا الفرقة دا كنتوا بالأول يعني على الآلفين واربع بس رجعت من مديغورية وحسيت إنه هايدي عن جد دورك لقيته صح كنت كنا بشكل فردي كنا نخدم بعض الأدديس والرسيتالات وهيك مش بشكل منظم بالألفين وستي لما أسست جوء كان عدد بلشنا يعني نحنا قبل ما نقبل ألفين وستي شعر شعر اتناعشر شخص نردل ونخدم بالألفين وستي لحظت أرسسنا الجوء كان العدد وصلت تقريبا لشي خمسة وعشرين ثلاثين شخص كنا عم نتشارك مع بعض هيك بلشت البدايات كلكن كنتوا بكورالات واجتمعتوا صح يعني لكل صوتوا حلو صوتوا صحيح مش ضروري إنه يكون الصوت يعني صوت مطرب مع إنه كتير منكم صاروا فنانين يعني من أفراد الجوء صح نحن بلشت مع أشخاص إذا بدك عندهم عندهم شي بديوا يعطوه بالموسيقى كان أصوات كان عازف مش ضروري كانوا في عازفين كان في كذا عازف كمان معنا جيتار بيركيسيون يولون والخبرية إنه هالأشخاص جماعتهم الموسيقى يمكن مش بهدف الروح ونعم الرسالة يمكن ما كانوا وعيين بعض مضبوط لمسئولية هالرسالة لأنها هي رسالة صح بس هنا إجوا أول شيء أكيد في قسم منهم كبير منهم إجوا بهدف الموسيقى والجو الحلو المهضوم اللي نعيشوا مع بعض بس بعدين لما صنعنا نشوف هالسيمار هون قوية المسئولية وكبرت إنه شي بنائز إنه تشوفي شهادات حياة عم تسمعيها من وراء ترتيلي إنت عملتها إنتو عم تتسلي أو يمكن عم بتصلي بتتسلي أو تصلي يعني كنا عم هيكي نكتب ترتيلي إنه أوكي حلوي المجيد الله دائما جميل إنت بتكتب الكلمات طبعا الترتيب الحان الشخصية طبعا إيه طبعا الجوء إيه بتكتب وبتلحن وفيهم غيرك يرنمون ترتيلي يعني أداعيش هالسلام الداخلي ترتيلي مش غنية عم نحكي لكن السلام الداخلي نسبة كل إنسان ولا مرة بقدر يعيش عطول السلام الداخلي بشكل متواصل بس الواحد بده يتصالح مع حاله وبده يخلق علاقة مع الله هلأ هالعلاقة بتتعرض وكلنا مرأنا بالحياة وكلنا مرأنا بظروف تفقدك سلامك بس مهم ده الواحد عنده مرجعية بأوقات الصعبة مرات كتير كان يطلع مني كلام أكتر من أوقات السلام البشري اللي نحن نكون مرتحين فيه لأن أكيد يمكن أوقات عم بتتنديله أكتر صح أنت بحاجة إله صح صح وفي عالم كانت تنتقد إنه لما كنا نكتب كلام شوي فيه عاطفي لأنه يقولوا إنه التراتيل مننا بس كلام عاطفي وكذا بس أنا ضدها المقولة لأنه إذا متراجع حتى التراتيل اللي ترجيل كانت نقال تعبير عن عاطفة هالشعب تجاه الله يعني والتاني شي إنه يا أبني أعطيني قلبك إنه كيف بدي أعبر لأله إذا ما بدي أعطيه قلبي وإذا بدي أعطيه قلبي بدي أعبر له بكلمات مش بس تمجيده تعظيم بدي أحكي معه كبي كأم بدي أحكيه بعاطفي هايدي هي العاطفي اللي حمد الله لقيت عند الناس كتير هيكي تجاوب تجاوب ومحبة فهذه الفكرة أنا كنت بأوقات حس إنه بعاطفي كبيرة تجاه العذرة خاصة لأنه كان عندي اختبار معك أم بشكل شخصي مع محبة الكاملة وسلامة لأم حبيبتي البشرية وهي أمنا كمانا مريم هاي فاللي صار إنه صرت اكتب ما أعرف أرجع أقراهم بعدين قولي يا عمي ما قصدت اكتب هيك بس مش عبقوله هلا شو حلو عن جد واحد يشعر بلمسة أمنا العذرة عن جد شو الاختبار الرائع جارت كل إنسان عن جد بيشعر فيه وهي دي اللمسة كنت اختبارها اللي عم تقولي عنا من شهادات الناس يعني أنا أقول ما بستحق اسمع هالكلام اللي عم بسمع وأشخاص مثلا يروحوا على اعتراف أو يحسوا حالهم بحاجلة يجع جددوا حياتهم من وراء ترنيمي أقول أنا إنه كنت انصدم يعني إنه لاي إنه طب لاي إنه كيف ما عم بصدق بس كنت عم شوف سمار حية هيدا الشي اللي خلاني كفة وزيد واستمر وكبر ووسع ستقولي لأنه في مسؤولية لازم ممنوع نتركها هادي صحيح كم ترتيلة عندك لليوم اليوم الترنيم الخاصة يعني مني عددهم كلهم فوق الخمسين الترنيمة بس كلهم للعذرة لا فيلا ياسوا فيلا العذرة فيلا الأديسين مرات بس الأغلبية للعذرة خاصة أنه كتبت لجوءة سانتا ماريا اللي هي يعني عندها روحانية مريمية بامتياز وبالتالي نحنا بلشنا بمديقوريه وفي كتير جوءات اليوم كتير خيرهم عم بيعملوا عمل رسالة بلبنان بس نحنا كجوءة جوءة سانتا ماريا كان هاكي كان عنا شغف أنه هاكي نترافق مع مريم فكنا نكتب كتير للمريم وكلكن هاكي بالجوءة بيها الرحانية هاي دي بدا وقت بدك كرس وقت حتى تكون بجوءة تتمرنوا تروحوا تعمل ستالاتكم شوفي الجوءة من كامل أنواع أفراد المجتمع يعني فيه الكبير والصغير فيه اللي عايش بالشمال فيه اللي عايش بالجنوب بزحلة وما كان ملنا جوءة العين من اجتمع بأول خمسين بالشهر بيه زوء مكايل عم نتمرن كل حدا جاي من خلفية شي بس هالشبيبة يمكن حتى لو ما كان عندهم روحانية أو بمعنى أنه يعني بيفهموا أكتر بالأمور الليتورجية واللهوتية بس على القليلة كان عندهم كان عندهم محبة أنه يلتزموا يعملوا عمل رسالة بعدين هذا العمل الالتزام هو يلي خلاهون يصيروا يقتقوى روحانيتهم صح صح يعني بلشوا بالعكس يعني مش أنه ولا كان عندهم روحانية عظيمة لأنه صاروا يرنموا هالتراني وختبروا هالإختبار بلشوا ينموا روحيا شوي 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 لليوم حمد الله عنه أشخاص ملتزمين لأنه مؤمنين جدا برسالتهم أمين يا رب أمين شباب وصبايا كتير حلو هيك نشوفهم ملتزمين وعم يقدروا ينقلوا هالرسالة أيضا لغيرهم كمانا من المستمعين كان عندك بهالفترة بفترة عيد الميلاد كم ريسال جميل نحنا السنة عملنا ريسالين بشكل هيك كبير وعملنا وخدمنا ديس ميلادي بكمان بجونية مع جماعة ولاد العدرة أول ريسال كان ببلدية زقم كيل بإدارة وتنظيم ميزون دولا كولتور دعيونا نحنا متمرن عندهم وحبوا يعملوا ريسال ميلادي كنا بالمكتبة كان شي كتير حلو مثل عيلي كنا مجموعين بها المكتبة هيدا ريسال كان ب13 كنون أول وريسال التاني اللي نحنا كان من تنظيمنا كان ب19 كنون أول بسيدة فاطمة بجوني سيدة فاطمة كنيسة للسريين الكاتوليك نعم عملنا شي كتير هيك حمد الله مشكرا الله عليه لكنيسة ما بقى ساعة الناس وحطينا كراس ناس بحاجة بخصوصا بي هالفترة كانوا أنه يسمعوا صح عن جد هيك ربنا يحسوا ما وجود معنا بكل لحظة وبكل دقيقة حمد الله بكل كلمة حمد الله وكان يعني كان بحضور بطرك سريين أبونا يوسف كمان يونان والفكرة أنه كان في يعني العالم كلها يجي نجي بالآخر نسمع شهادات حياة أنه كنا عم نبكي نحنا خاصة أنه بفترة الميلاد والعالم عندها عطش مثل مقلتي صح فكانت مسؤولية أنه نقدر نوصل عن جد شو هو الميلاد مش بس نرتل صح جربنا نعمل شهادات حياة عرضنا أفليم عرضنا إشي هيكي بتلمسون كان في عطول فيديو وصوت يعني صورة وصوت نسمع هلأ كمانا أحدث تراني يعني ما فينا إلا عن جد نقول ربنا بيها الكلمات وبيها الألحان عم يقدر يوصل الرسالة كمانا مثل يلي سمعناها بهالترتيلة جميل هل بترتبس باللغة العربية هل نشاطكم محصور بلبنان أم ترتلوا بلغات غير ظهرتوا برا لبنان نحن لأنه تأسسنا وبلشنا من مديجوريا جبل الظهورات بداية رسالة الجوءات تعرفنا على مهرجين شبيب العالمي اللي بنعمل هونيك كل أول جمعة من أسبوع من شهر قاب وبالتالي تشاركنا مع كتير جوءات وأشخاص من العالم وبلشنا نتعرف على ترانيمهم أكتر وننقلا لهون للشبيب اللي سافرت وهونيك عايشت نفس الاختبار وكمان لأنه نفتح تلميديا على كل البشرية صرنا كتير العالم متصل ببعضه لا توسعنا بكل اللغات صرنا نرتل بكل شيء تعلمتوا يعني أنه لغات حتى تقدروا صح على قليل قراءة اللغات لو ما استوعبنا يعني تنقول إنجليزي، فرنسي، لاتيني لاتيني، تلياني، إسباني، كرواتي، هنغاري، سويدي يعني تعلمنا كتير نرتل بلغات أكيد مع السرياني واللغات الشرقية بس الفكرة أنه الهدف كان أنه لنصلي مع الشباب من كل العالم ولحتى نصلي لوحدة الكنيسة فكان هيدا هدفكم هو دي هدفنا فمن أحد الأهداف إنك لتصلي لوحدة الكنيسة بدك تكوني قادرة على القليلة بشريا وظاهريا تخدم كل الكنيس صحيح يعني لما ندعنا إحنا لقديس لاتيني بنخدم القديس لاتيني لما ندعنا لقديس سرياني نخدم قديس سرياني لما ندعنا لقديس ماروني نخدم الماروني فأكيد أغلب الوقت نحن نخدم قديس ماروني بلبنان بس شو ما كان دعوة لخدمة اللي ترجع معي إن إحنا جاهزين حتى مهرجاني الشبيب اللي بنعملها بالعالم نبرم فيها بنخدم بنرتل بلغات انترناشنال حسب البلد حسب المنطقة حسب كل شيء رحنا على فيينا رحنا على هنغاريا كمان أطلقنا مهرجان الشبيب على سنتين وكرسنا صحة صحة اسم الشربي بي بوداباست وكنا عمرتل لون النشيد الوطني الهنغاري وتراتيل من عنا من لبنان يعني مش بس تراتيل عن كون نشيد وطني كمان وكل قدي يعني مستوى الثقافي طبع عضاء الجوء كمان مهم بيتعبوا بيتعبوا بيحضروا بيشتغلوا حتى عم تقدروا إيه حتى تقدروا تفوتوا بلغات حتى وطريقة الترتيلة يعني إذا اللفظ في شوي غلط دغري بيبين يعني المفروض أنه يكون فيه تعب جدا تقدروا تحضروها الحمد لله وهلأ كمان قبل الحلقة كان بيبعطولي من هنغاريا كانوا حطينا ببرنامج عندهم برنامج محلي على تلفزيون هنغاري كيف نحنا كنا جوءكت عم بتقدم نشيد الهنغاري قدام البرلمان بالصحة فمشكر الله هذي مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة ومسؤولية كتير حلوة أنه قدرت عن جد تجمع عدد من الشباب والصبايا بهالرحانية الحلوة بهالعطاء أنتو كمان عم تعتوا مجانا يعني عم بتبشروا صح هذي بشعرة بيحب الله بالعطاء بالمحبة بإسم مريم وهذا الشي الصعب هالقيام لأنه تعرفي بظروف الناس وظروف البشر والمواصلات مش بس حتى الظروف المادية هؤلاء الشباب عم بيعتوا من وقته أنه الوقت اليوم حقه ومصاري عم بتقلي عم يشو من الشمال من اللي بقى عمل من الجنوب من كل المناطق لأنه نحنا أنه منا تأسسنا مش لنكون بخدمة رعائية أو أبرشي نحنا تأسسنا لخدمة كل كناس لبنان وبرت لبنان فالهدف أنه الشبيبة يعني أول شي بنظام الجوة بس فسر لهم عنه أنه فيها تضحية منا هينة كمان لك نحنا من نقق الأشخاص القدرين عن جد يلتزموا معنا لأنه فيها تضحية تضحية من ناحية المادية من ناحية العائلية مرات واحد يزروفه أهله ببيته عزوجته وولاده بده تضحية وكمان مرات السفار ومرات فهو الأشخاص بمل إرادتهم لأنه عم بيعملوا شي لأنه عم بعيشوا الفرح وبرجع بقلك عم بيلمسوا السمار في عالم أكيد مش الكل بتعيش عفوا على الكلمة نشوة اللي يمكن الأدواء وهيكي هالإشياء أوكي حلوين هاو دي مرات ببعض اللحظات واحد بيمبسط يلاقي ساتيسفاكسيون أنه خي حبتنا العالم كذا بس مش هيدا الهدف هاو دي متل يكون موتيفاسيون أو تشجية لحتى نقدر خي عم توصى رسالتنا كفوا يا شباب برافو شفتوا الناس عم بتحب بس مش لحتى مش نحنا الأبطال يعني نحنا كلنا ماشي ونحنا الهدف هو ربنا فعطول من نتركز على النقطة يا شباب يا صبايا نتبهوا مش هيدا الهدف وهي كتير صعبة هيدا بدي كتير تضحية وهو الحمد لله ولكن عم تلاقي تجاوب مجرد ما يكون في كتير أشخاص عم يحضروا الريسيتال طبعكم عم يسمعوا سدياتكم وملاقي السدي جميل عفكرة كم سدي سرعانتكم وين ملاقيون نحنا أطلقنا كتير سديات قبل بشكل لايف يعني كنا نسجلهم بالإيفانتات وبالإدديس والريسيتالات بعدين أطلقنا سدي هلأ حسن المرأت بشهر شباط على عيدي جوء 13 سدي كان جامع كل الترانيم الجديدة والقديمة بشكل موزعة جديد سدي من مثلك يا أمي حكينا عنه كمان طلعنا معكم على المريم تيفي هيدا السدي هو الرقم 13 رغم أنه الناس بيستفولوا من هالرقم إذا بتحول كل شي لما أصدق الله ما بتستفول لي مشي 100% الحمد لله أنه بالعكس هيدا من أكتر سديات لأرواج موجود بمكتبات روحية تقريبا كلها بلبنان حريسة المكتب البولسية مكتبات مكتبات أنتلياس بجربتة بزحلة بالكريم يعني بكل المكتبات الروحية الموجودة في لبنان وزيادة على هيك نحن موجودين الترانيم تبع السدي من أولى كمان للمشاهدين على البلاتفورمز اللي هني معروفين اليوم على السوشال ميديا أنغامي سبوتيفاي ديزر آيتونز ويوتيوب والسوشال ميديا فيسبوك إنستغرام من نزل فيديوهات ومن نزل إشي يعني اليوم السوشال ميديا كلها موجودة ترانيمة جوة صارت مظبوط ومفتوحة على العالم كلك كتير سهلة ومشكل مجاني كمان للأسف راقتنا راح يخلص ولكن قبل ما يخلص بدي نوجه هيكي متل نفحة روحية لمشاهدينا بأول يوم من السنة تعرف نحنا اللبنانية هلأ مرأنا بظروف كتير صعبة ويمكن راح بتطول شوي بعد علينا شو بدنا نقل لون كلمة هيكي نيبعة من القلب من أمنا مريم ما هي هاي الكلمة الملهمة دايما هي مريم بس تحطي مريم رفيقة وتحطيها تكون معك وسيلة وتكون معك أم ما في شي بالدني بقى بخوفك بيهون كل الصعب حكيتها بالكونسيرات يلي مرأوا برجع بعيدة على التلفزيون العالم اليوم خفاني ومهمومي وعطليني هم وضع البلد الاقتصادي والمستقبل والعيال والشغل بالبلاد وبهرب البلاد ولا برات هالبلاد وعيشين هم كبير طب ما نحنا خلينا نفكر شوية لورا يعني أيام الرسل قداش عايشه اضطهاد وبعد الرسل قداش عايشه اضطهاد الادسين قداش اتكله على شفاعة مريم وعلى حضور مريم أنا بدأي لهم أنه مريم اليوم ما عم ما لنا هيكي كلمة وشعارات وتمجيد موجود بالكتب لا هيدا هيدا حقيقة هيدا نحنا المستحيل اللي ما بنقدر لقيله حل برأسنا ما لازم ننهم فيه نهتم بأمورنا يوما بعد يوم بس منسلم هالهم للعذرة وهي قالت اتكرسوا لقلب الطاهر وأنا كفيلة بأنه كل شي بفاطمة قلتها بمديجوريا قلتها وحكت بكاء زهراتها أنه قالت انتوا عطوني قالكم صلوا الوردية رجعوا لأبني روحوا على الأسرار الأفخارستية الاعتراف صلوا صوموا وهيدا مش حكي وهيدا منه حكي هيك هيدا هي حقيقة بس الإنسان ما عنده صبر ينطر النتيجة بده النتيجة هلأ بده الجواب هلأ فبطلب من كل الناس يروقوا يسلموا والوقت مع الله غير الوقت بنظر بشر الجواب رح يجي ما علي يعطوا حالون كل يوم مع القليلة عشر دقايق هيك يختلوا مع ربنا يعطوا وقت لربنا ما المشكلة للعالم بيقولوا بدنا نربح لوتو بس ما بيقطع ورقة لوتو يعني بدنا الحل بس ما بدنا نصلي بدنا ربنا يطلع فينا بس ما بيحكوه تبهي مش عبقول انه الله يعني بيشارطنا ازا ما بتصليوا ما بعطيكم لا الله عطونا عم بيعطي نحنا لازم نوضح الفكرة بس كمان الحبيب ما علي بمحبته بينطر من حبيبه كلمة كلمة حب وزا ما نحب الله خلينا نعبرله فما نخاف ونعطي وقت لمريم اكتر لانه هي الوسيلة السريعة الاتوستراد اللي رايح عند يسوع فانشالله بتتحسن كل هالبلاد وتتغير كل هالأوضاع امين يا رب امين يا رب انا بدي اشكرك جدا جدا وبعيد لكل يعني انشالله بتكون سنة خير وسنة هيك محبة وتتغير قلوب الناس قبل الأوطان صحيح صحيح انشالله وانا بضم صوتي لصوتك ومشاهدينا وقتنا انتهى راح ناخد برايك ومنكمل معكم